تم إنجاز هذا التسجيل لصالح مبادرة بصيرة وهي مشروع النص المسموع للأطفال المكفوفين وضعاف البصر مادة التربية الإسلامية الجزء الثاني الصف الرابع الدرس الخامس بعنوان البيئة في الإسلام النشاط الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أستنتج أنا ومجموعة فائدة واحدة من الحديث الشريف وأدونها على السبورة خلق الله تعالى الكون في أجمل صورة وسخره لخدمة الإنسان ونهاه عن الإدرار به قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها صدق الله العظيم هذه هي الآية السادسة والخمسون من سورة الأعراف والبيئة جزءا من هذا الكون أمرنا الله تعالى بالحفاظ عليها فما البيئة وكيف نحافظ عليها البيئة يا أعزائي هي كل شيء يحيط بالإنسان كالماء والهواء والتراب أفكر في ثلاثة من مكونات البيئة المحيطة بي من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة أولا المحافظة على الماء فالماء مصدر الحياة على سطح الأرض لكل الكائنات الحية حيث إنه بلا ماء لن تكون هناك حياة على الأرض قال الله تعالى في الآية الثلاثين من سورة الأنبياء وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم ومن وصايا الإسلام في المحافظة على الماء عدم تلويثه وعدم الإسراف فيه أناقش زملائي في أثرين من الآثار السلبية التي تلحق بالبيئة نتيجة تلوث الماء وأدونهما في دفتري ثانيا أي المظهر الثاني من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة هي المحافظة على الهواء الهواء نعمة من الله تعالى وهو من أسباب بقاء الكائنات الحية ومن طرق المحافظة عليه أولا عدم تلويثه بدخان المصانع والسيارات وغيرها ثانيا عدم التدخين النشاط الثاني أقترح حلا للتخفيف من آثار عوادم السيارات في الهواء وأناقشه مع زملائي المظهر الثالث من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة هو المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية أفوان أتنى الإسلام بهاتين الثروتين عناية كبيرة وأمر بالحفاظ عليهما فقد حث على الاعتناء بالحيوانات وعدم إيذائها أو صيدها لأجل العبث والتسلية وحث الإسلام على الزراعة ونهى عن قطع الأشجار لغير حاجة قال عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في يوم مؤتة به ألا يحرقوا نخلا ولا يقطعوا شجرا وهكذا فعل الخلفاء رضي الله عنهم من بعده النشاط الثالث أبدي رأيي في أولا قطع الأشجار من دون حاجة ثانيا مصابقات التسلية بالحيوانات مثل صراع الثيران وصراع الديوك ثالثا ذهبت عائلة في رحلة إلى إحدى الغابات وتركت النار مشتعلة رابعا ذهب مجموعة من الأصدقاء في نزهة وتركوا مخلفات الطعام والنفايات وراءهم خامسا وأخيرا اشتركت مع طلبة مدرستي في زراعة الأشجار في يوم الشجرة المظهر الرابع من مظاهر العناية بالبيئة هو المحافظة على المرافق العامة والاهتمام بها فالمسلم يعتني بنظافة المساجد والحدائق العامة والطريق والمتنزه والمدرسة وأماكن التسوق قال الله تعالى في الآية الواحد والثلاثون من سورة العراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم وجعل الإسلام إزالة الأذى عن الطريق صدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق المظهر الخامس والأخير من مظاهر العناية بالبيئة هو المحافظة على النظافة الشخصية أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آداب كثيرة تتعلق بالنظافة منها تنظيف الأسنان يوميا وقص الأظافر ونظافة الثياب وقص الشعر وتمشيطه واستخدام العطور وغسل اليدين قبل تناول الطعام والاغتسال يوم الجمعة وعدم الشرب من أفواه الآنية قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أتعلم معنى درنه أي أوساخه أحرس على أن أولا أحافظ على نظافة بدني وأسناني ثانيا أغرس الأشجار ثالثا أنظف مقعدي وصفي رابعا أزيل كل ما يسبب الأذى للآخرين عن الطريق خامسا أشكر الله تعالى على نعمه بالمحافظة عليها ومنها نعمة الماء سادسا فراغ أختبر معلوماتي السؤال الأول أبين معنى البيئة السؤال الثاني أملأ الفراغ في كل عبارة مما يأتي بما هو مناسب من مظاهر عناية الإسلام بالبيئة ألف فراغ با فراغ أحافظ على الثروة الحيوانية والنباتية وذلك ب ألف فراغ با فراغ السؤال الثالث والأخير أرسم وجها ضاحكا أسفل الصورة النافعة للبيئة ووجها حزين أسفل الصورة المضرة بالبيئة فيما يأتي هناك أربع صور يا أحبائي الصورة الأولى تشير إلى نفايات كثيرة على الأرض الصورة الثانية تشير إلى فتى يضع النفايات في سلة النفايات الصورة الثالثة تشير إلى أولاد وبنات يزرعون الأشجار والصورة الرابعة والأخيرة تشير إلى غبار كثيف بسبب الدخان في الشارع انتهى الدرس أحبائي اشتركوا في القناة